في وقت يعيش لبنان أزمة داخلية على كافة الأصعداء باتت جملة تهريب المخدرات ترافق اسم البلد في عنوين الأخبار القادمة من هناك مؤخرا أطنان من المخدرات وأن اختلفت أنواعها لكن الهدف واحد وهو محاولة تهريبها من لبنان للخارج بعضها يضبط قبل خروجها والأخرى تكشف قبل وصولها الهدف لكن ما هي أبرز الطرق التي تنتهجها العصابات لتهريب المواد الممنوعة لنبدأ من العمليات الأخيرة تلك التي أحبطتها وضبطتها السلطات السعودية في ميناء جدة الإسلامي بعد محاولة تهريب أكثر من 14 مليون قرص مخدر من نوع أمفيتامين في شحنة أخفيت في ألواح حديدية قادمة من لبنان الفواكه هي أيضا كانت وسيلة لتهريب المخدرات من لبنان إلى السعودية عبر ملء جوف الرمان بحبوب الكابتاجون طبعا بعد إفراغ تلك الفواكه من تمارها الأصلية طبعا سلطات المملكة أحبطت تلك العملية في أبريل الماضي وحضرت استراد الفاكهة من لبنان واستمرارا لاستغلال المواد الغذائية كوسيلة لتمرير تلك الممنوعات حاولت عصابة مخدرات قبل أشهر تهريب كمية ضخمة من مخدر الكوكايين بملئها داخل مخلل المكدوس قبل تصديرها إلى أستراليا لكن السلطات اللبنانية ضبطتها هذه المرة في لبنان في مايو الفائت أعلنت الجمارك اللبنانية إحباط محاولة تهريب 60 كيلو جراما من مادة الحشيش موزعة ومخبأة بطريقة مبتكرة داخل أدوات نحاسية للزينة كانت متوجهة نحو العاصمة الهولندية أمستردام ومن طرق تهريب الممنوعات التي لا تنتهي كانت محاولة تصدير أربعة أطنان من الحشيش بإخفائها داخل آلات لصنع الحلويات قبل تهريبها إلى سلوفاكيا لكن السلطات في أثنان ضبطتها أثناء مرورها من اليونان بعد حصولها على معلومات ومساعدة من مديرية مكافحة المخدرات السعودية